بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازاي اكوا عاملين ايه? احنا النهاردة فين? احنا النهاردة في البساتين. اه اللي هيجي بالمترو يا جماعة يركب المترو ينزل محطة المعادي ياخد ميكروباس ينزله عند طلعة الكبري ده. هو ده الاخر. ده اخره. البساتين. يمشي الحبة دول ويدخل شارع محمد كريم. هو ده الشارع اللي المفروض احنا هنصور فيه. ده الشارع اللي فيه المغزن اللي احنا صورنا فيه. حاجات حلوة جدا هتعجبكم كلها مصادرات جمارك. اه الشارع محمد كريم. وزي ما شفتوا لو هتيجوا بالمترو يبقى هتنزلوا محطة المعادي وتاخدوا من هناك ميكروباس البساتين وتنزلوا اخر الخط. ومن هناك تسألوا على شارع محمد المسافة مش مش طويلة من عند طلعة الكبري لحد هناك. لو انت هتركب مواصلات هتنزلي عند جلال موتورز. اه اي مواصلة هتقول له عايزة انزل شارع الجزائر في البساتين. اهو هو ده. عند جلال موتورز. وهتعدي. ده محطة قطر. ده شريت قطر. هتعديه. وتسألي بقى على شارع محمد كريم هو في وشك على طول. في وش جلال موتورز على طول. بس ده العنوان. احنا فين بقى? احنا في مغزن عم عاطف. عم عاطف مصادرات الجمارك اللي في سوق التنسي الحضاري. رحنا المغزن بتاعه. عنده جايب بقى عايز يعيد عليكم. جايب لكم لبس العيد. هدايا عيد الام. كل حاجة حلوة جميلة عنده بصراحة. بصوا الشحنة اللي جاياله المرة دي ما شاء الله شحنة كبيرة جدا. زي ما انتو شايفين كده. ما بين صيفي وما بين شتوي. اطفال حريمي رجالي. كل ما تتخيله شبابي كمان. كل حاجة موجودة. عايزين داخلي موجود. عايزين لبس بيت موجود. كل حاجة موجودة عنده. انا هديكم فكرة كده وبعد كده هعرض لكم اللي هقدر عليه. تمام? وهديكم كمان الاسعار والاسعار اللي انا هقولها دي خاصة بمتابعيني بس. يعني الاسعار دي لمتابعيني بس اللي هيروح من متابعين القناة هياخد الحاجات اللي هو عايزها بالاسعار دي. واتحداكم ان انتو تلاقوا الاسعار دي في الوكالة او في العتبة او في اي مكان شعبي ايا كان تلاقوا الاسعار اللي انتو هتسمعوه النهاردة في الفيديو. اسعار حلوة جدا لحاجات ممتازة. كل الحاجات دي مصادرات جماريك جاية من تركيا وجاية من الاردن. هتشوفوا حاجات تحفة وجميلة جدا سواء كان بقى حريمي او رجالي او اطفال. اه بصوا عندنا اللانجريهات كلها سعر موحد خمسة وسبعين جنيه. اي امي اسم اللي انتم شايفينه ده بخمسة وسبعين جنيه. اه زي ما انتم برضو شايفين اللي بيميز اه شغلنا النهاردة ان هو كله جديد بتكته في الاكياس بتاعته. اه كله بتكت بتاعه وكله متغلب في كيسه. اهو زي ما انتم شايفين كده. اه الاسعار دي لمتابعيني بس. يعني هم هيبيعوا بالاسعار دي لمتابعيني بس. في عندهم برهات حلوة قوي. سعرها الواحد اربعين جنيه. بصوا حاجات اللي بتتقفل من وارا. الحاجات اللي بتتقفل من قدام. جميلة جدا خمات حلوة قوي قوي قوي. مقاسات بقى عندكم من اول من التلاتينات وانتو طالعين. ده بالنسبة للبرهات. بصوا دي البرهات اللي بتتقفل من قدام. اه بحاول اوريكم برضو المقاسات بتاعتهم. والاشكال في بقى لون واحد في لونين مع بعض في حاجات كتير. في كمان اندرات بصوا في الاكياس بتاعتها برضو بالتكت بتاعها. الاندر عندنا بعشرين جنيه. طبعا دي كارتونة يعني انا مش عارف اوصل لاخرها. يعني انا جبتلكو الحاجات اللي على الوش. اه صدقوني الموضوع كان مرهج جدا لانه كل الحاجات دي محضوطة في الكارتين زي ما انتم شايفين. اه مفيش حاجة قدامك واضحة متعلقة عشان تقدري اه تفريزي وتشوفي. اه طبعا الحاجات دي كلها هتتعلق طبعا وهتتزبط وهتترس. اه ان شاء الله لما تروح هتلاقوا كل الحاجات دي متزبطة. اه بس طبعا عشان نصورها قبل ما يرسوها. فطبعا ما كانش في وقت انهم لسه عيرسوا ولسه بيزبطوا الدنيا. فقلت اصور لكم اه وهي في كارتين هكده اللي اقدر اطلعوا ولا اقدر اوريه لكم. فيه طبعا حاجات سقطت مني يعني كان فيه كارتونة فيها كولونات اه اطفال برضو دي سقطت مني معيني كنت مركزة فيها واجبها لان انا عارفة انتم بتحتاجوها كتير. اه بس برضو لما تروحوا تسألوا عليها وان شاء الله هتلاقوها. وهتلاقوا حاجات كتيرة مش هتلاقوها يعني مش عرضاها في الفيديو هتلاقوها موجودة عندهم. اه المقاسات عندهم بصوا يعني دي ده طقم بيبي من عمر يوم. صغنان جدا ده بخمسين جنيه. طقم حلو جدا فيه منه الوان كتير. بصوا من عمر يوم لحد سنة. يعني المقاسات عندهم من اول آآ يوم لحد بقى الى ملا نهاية. ما شاء الله عندهم كمان العبيات آآ مش هنقول الخليجي هي العبيات جاية من الاردن. فالعبيات ما شاء الله آآ مقاسات كبيرة جدا هتشوفوا حاجات كبيرة ما شاء الله يعني ما ما تفتكريش ان انت بس آآ مقاسك آآ يعني تخينها شوية مش هتلاقي مقاسك لا هتلاقيه ان شاء الله. كل المقاسات موجودة يعني على قد ما اقدر هحاول عرض لكم آآ آآ اللي اقدر عليه. طقم ده برضو حلو جدا كان عجبني بصراحة وكان فيه منه الوان حلوة. آآ ندخل بقى على الدرسات بصوا الدرسات اللي بالكوت دي حلوة قوي. جميلة جدا شتوي هتلاقوا على فكرة فيه شتوي وفيه صيفي. يعني لو حسبنا العيد هيجي امتى يعني العيد هيجي في اخر شهر اربعة يعني هيبقى ما بين الصيف وما بين الشتاء يعني هيبقى الجو لحد ما ربيعي وحلو جميل فعايزة تجيبي صيفي موجود عايزة تجيبي شتوي برضو موجود آآ بس يعني آآ اعتقد ان الصيف هيبقى احسن للاولادنا في العيد آآ والسعر كمان حلو جدا يعني اتجيبي آآ السعر مش غالي السعر كويس جدا فهيبقى حلو قوي آآ بصوا كل الدرسات اللي انتو شايفانها دي بمية وخمسين جنيه اي درسة صيفي شتوي بمية وخمسين جنيه تمام بصوا مجموع الدرسات حلوة قوي آآ فيه كمان حاجات تانية معمول عليها عرض برضو هوريها لكم آآ الاسعار دي صعب تلاقوها في اي مكان تاني في حاجات بقى هتلاقوا منها الوان تمام آآ في حاجات هتلاقوا منها قطع كتير وفي حاجات هتلاقوا منها آآ يعني قليل فالحقوا عشان لو في حاجة عجبكم من اللي انتو شايفانها دي تلحقوا تاخدوها آآ في عندها كمان آآ البلوزات سواء كانت طويلة او قصيارة كلها مية جنيه شتوي صيفي كلها مية جنيه بصوا دي مجموعة برضو الوان ومقاسات دي الحاجات الطويلة من وراء وقصيرة من قدام دي برضو موجودة كتير الفستان او الادرس ده كان معمول عليه عرض بمية جنيه في منه الوان في منه كمية والوان كتير تمام فعملين عليه عرض آآ بمية جنيه بصوا دي الوانه بصوا انا في في اول الفيديو وردكو الكاراتين والشكل العام بتاع المكان عامل ازاي والدنيا عاملة في ازاي آآ بس برضو يعني على قد ما اقدر بطلع لكو كل حاجة ووريها لكو عشان تبقوا آآ عارفين انتو رايحين تاخدو ايه آآ المكان زي ما شفتو كده آآ لو انتو هتيجوا بمترو الانفاق هتنزلوا محطة مترو المعادي وتاخدو من هناك آآ آآ ميني باص او ميكرو باص انا مش عارفة بس انا اعتقد انه هو هيبقى ميكرو باص آآ رايح البستين هتسألوا على اي حاجة راح البستين وهتنزلوا في منها اخر الخط اللي هي عند مطلع الدائري زي ما شفتو كده هتنزلوا عندها وتسألوا بقى على شارع محمد آآ كريم هتمشوا مسافة بسيطة بصوا البادي ده كان في منه آآ خمسة اكس مقسات خمسة اكس وبسبعين جنيه وفي منه كميات كمان البنطلونات موجودة تمام وفي برضو رجالي هنشوف حاجات رجالي حلوة جدا يعني مش نسين برضو الرجالي آآ قمصان حلوة جدا بانطلونات برضو جميلة جدا بصوا بقى شغل الاطفال آآ هتلاقوا مقاسات آآ ستة وتمانية وعشرة واثناشر آآ كل المقاسات الجميلة بتاعتنا دي هتلاقوها برضو آآ زي ما قلتلكم بقى هتوصلوا لحد البستين وتنزلوا تسألوا على شارع محمد قرائم او هتاخدوا كده من جنب الكبري تكملوا لحد آآ ما توصلوا للشارع المسافة مش بعيدة خالص لو هتركبوا المترو وتنزلوا البستين لو انتوا هتيجوا مواصلات زي ما شفتوا كده هتنزلوا شارع الجزائر عندي جلال موتورز وهتعدوا الشارع وهتدخلوا شارع محمد كريم سيبالكو كمان رقم تليفونو ميوسف وميوسف دي بنت الحج عاطف آآ يعني مش بعيدة خالص عننا آآ آآ تليفونها اهو آآ يعني من اي مكان ممكن تشرح لكم او ممكن كمان تبعت حد يوصلكم لحد عندها آآ بصوا بقى دي برضو مجموعة بلوزات كلها في حاجات آآ شكل بعض آآ بس الالوان مختلفة آآ ومأسات تلاقوا حاجات حلوة قوي يعني بصراحة عايزة آآ آآ هما طبعا آآ آآ اليومين دولت هيطلعوا كل الحاجات دي ويبدأوا يعلقوها عشان تبقى سهلة عليكم لما تيجوا تشوفوها. كان في بقى عنده مجموعة طرح مش عايزة اقول لكم قد ايه جميلة. قطن وحلوة قوي. الحاجات التركي دي. دي كمان جميلة. الطرحة هنا كانت بخمسين جنيه. بصوا كلها في الاكياس بتاعتها. احنا بس بنطلع عشان آآ آآ اوريكوا آآ الشكل ايه والطول بتاعها قد ايه في الحاجات المربعة في الحاجات المستطيلة الطويلة. بصوا دي كمان طويلة قد ايه وحلوة قوي. وقطن قطن يعني حاجات جميلة جدا. آآ كده العنوان بالنسبة لكم يعني الى حد كبير آآ سهل مش صعب. آآ طبعا منطقة البستين آآ كل الناس عارفاها او يعني معظمنا عارفينها يعني آآ دي قوم صان تاني برضو لانجريهات آآ فالموضوع هيبقى سهل ان شاء الله وكمان رقم التليفون هيسهل لكم الموضوع اكتر. آآ الاسعار اللي انا بقولها في الفيديو دي اسعار متابعين القناة متابعين قناة يوميات عبير بس. دي خاصة بمتابعين القناة. ما تنسوش بقى آآ تعملوا لايك للفيديو. ولو انتم مش مشتركين تآ تنزلوا تحت الفيديو على الشمال. في كلمة اشتراك. بدوسوا عليها وتفعلوها وكمان هيزهر لكم علامة الجرس. بدوسوا عليها وتفعلوها على الكل عشان كل فيديو جديد انزلوا يوصلكوا اشعاروا. واي مكان جديد نكتشفوا في حاجات كده قيمة. آآ بتلحق بسرعة توصلكوا تلحقوا بسرعة اخدوها آآ قبل ما تتشال. كل البلوزات اللي انتم شايفينها دي ميت جنيه. ده كمان درس حلوة قوي للبانانيت آآ اعتقد برضو كان بميت جنيه. بصوا طويل وقصير يعني حاجات حلوة قوي 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 ومقاسات. بصوا شكل واحد وفي منه مقاسات. كل ده ميت جنيه. تمام? يعني تقداري دلوقتي قبل العيد تقداري تجيبي آآ لأولادك الحاجة اللي تناسبهم. او ليكي آآ او لو انت مسلا عايزة تجيبي هدية لولدتك آآ في عيد الام كل سنة وهم طيبين يا رب. تقداري دلوقتي تجيبي آآ آآ اي حاجة شايفاها مناسبة لولدتك آآ لو انت عايزة تجيبي لها آآ ملابس. بس اعتقد ان احنا في عيد الام السنة دي هنجيب زيت وسكر وفراخ ولحمة وحاجات من دي حاجات تنفع البيت. انا شايفها احسن بكسير من من اي هداية تانية. آآ يعني انا باقترح عليكو ده مجرد اقتراح. ده كمان آآ بورنوس او روب آآ بصراحة مش عارفة ايه معلمه بس طحفة جميل جدا تقيل قوي من برع آآ زي الووتربروف كده يعني شكله حلو جدا ومن جوه قطيفة حلو قوي. آآ كان سعره ربعمائة وخمسين جنيه. عشان تبقوا لو انتم يعني حبينه وعايزينه فسعره كان ربعمائة وخمسين جنيه. لانه حاجة جمدة قوي يعني. آآ في كمان التشيرتات دي كانت بسبعين جنيه. مقاسات بقى. آآ في كمان منطلونات جنس آآ اولادي وبناتي صغيرة. آآ هندخل بقى على العبيات السودة وكمان دي كلها اردني. كل العبيات دي اردني هتشوف كمان التكت عليها. كله جديد بالتيكت بتاعه مفيش عندنا حاجة مستعملة خالص. آآ كله جديد بالتيكت. اعتقد شغل جديد آآ مفيش في كلمة. آآ العباية دي بميتان وخمسين جنيه. اي عباية هتشوفوها معايا دلوقتي ميتان وخمسين جنيه. كله جديد يا جماعة. مفيش حاجة مستعملة. كل الشغل اللي انتم شايفينه ده جاي مصادرات جمارك من تركيا ومن الاردن. مقاسات بقى كل العبيات دي هتلاقوا مقاسات مختلفة فيه كمان مقاسات كبيرة هنشوفها برضو مع بعض. يعني لو حابة تجيبي عباية لمامتك في عيد الام آآ ممكن تجيبي لها حاجة زي كده سعرها حلو جدا وكمان آآ شكلها حلو. وطبعا هتلاقي المقاس اللي انت عايزة ان شاء الله. بصوا كمان دي. ما شاء الله يعني هتلاقوا مقاسات كويسة وهتلاقوا حاجات حلوة قوي. آآ آآ كل الحاجات دي هتلاقوا منها قطعة كتير ومقاسات كمان مختلفة والوان مختلفة. كمان العباية دي بصوا ما شاء الله يعني تلبس آآ مقاس كبير قوي. بصوا عاملة ازاي. يعني تلبس حاجة محترمة. فانتي لو حابة بقى تجيبي هديت عيد الام او حابة تجيبي لبس العيد او حابة تجيبي كسوة الصيف. احنا داخلين على الصيف. وعندي كولادك عايزة تجيبي لهم. من هنا هتقدر تجيبي قطعة واتنين وتلاتة واربعة والاسعار زي ما انت شايفة كده هيلة جدا. مش هتلاقيها في اي مكان. آآ العنوان زي ما شفتي كده وقلت لك البستين. سيبالك كمان رقم التليفون عشان يسهلك الموضوع اكتر. آآ ام يوسف بنت عم عاطف. اللي هو في شرق في سوق التنس الحضاري. آآ دي حاجتهم. آآ بس طبعا عشان الكمية كبيرة ما ينفعش يحطوها هناك في السوق. فحطنا هنا آآ زي ما انتو شايفين كده. آآ فالموضوع ان شاء الله هيبقى سهل عليكم وتقدروا توصلو لهم بكل سهولة بازن الله. بصوا كمان التشيرتات دي. برضو تشيرتات حلوة قوي خامتها حلوة جدا. امصان الرجالي بقى مش عايز اقول لكم الامصان الرجالي خامة جميلة جدا جدا جدا. آآ واللي عجبني فيهم ان هما في اكياسهم زي ما انتو شايفين يعني لو انت حابة تهادي بيهم هتهادي بيهم وانت متطمنة. وكمان السعر حلوة قوي مية وخمسين جنيه. القميس الرجالي. كمان البنطلونات الرجالي مية وخمسين جنيه. فاسعارهم جميلة جدا. خامات صدقيني حلوة قوي. امصان دي في المكوى جميلة جدا تتكوي بسرعة وتتفرد بسرعة. وكمان آآ القطن فيها كتير. مصوا كمان بقى للاولاد الصغيرين. دي البنطلونات. البنطلون مية وخمسين جنيه زي ما قلت لكم. برضو فيه آآ كميات وفيه مقاسات. عندنا كمان الشتوي موجود برضو كميات منه. وسعره برضو مية جنيه. طبعا آآ احنا في نهاية الشتة بس مفيش مانع خالص ان احنا نجيب الحاجات دي ونشيلها في دولابنا آآ لحد الشتة الجاي. مفيش اي مشكلة خالص. معظمنا بيعمل كده. بنيجي في التصفيات الشتوي بتبقى الاسعار قليلة. فنبتدي نجيب آآ كام قطعة نحطوهم في دولابنا عشان لما يبدأ الفصل الشتة الجديد آآ نعيشنا وكلينه عمر يعني. فبنطلعهم ونستخدمهم. بصراحة انا معجبة جدا بالقمصان الرجالي يعني لو لو انت عاوز تجيب لك آآ قميس آآ بانطلون آآ باسعار حلوة وحاجات كويسة آآ بسرعة الحاجات دي ما تتفوتش. وسعرها كمان حلوة قوي قوي قوي. في با كمان قمصان زي ما انتو شايفين كده ملفوفة كده. هنفك برضو القميس ده وتشوفوه برضو جديد بالتكت بتاعه ما فيش فيه اي مشكلة. بس الكيس بتاعه مش موجود. فبيلفوه كده. اهو بصوا. المقاسات بقى عندهم من اول ميديوم يعني هتلاقي مقاسات آآ كتير. بصوا اهو من ميديوم. آآ في كمان كان الفانيلات الداخلية دي الرجالي. بصوا بقى انا كل ما بقلب بطلع حاجات جديدة فبحاول ان انا ايه اوريها لكو. يعني مش ماشية بترتيب ده الاول بعدين ده كنت الاول بدأ كده بس لقيت كل شوية الحاجات دي دي بتطلع. فعمالة آآ على قد ما اقدر بوريكو اكبر قدر ممكن. عشان تبقوا ملمين بالحاجات اللي موجودة هناك. ترينجات بناتي دي شكلها برضو حلوة قوي. آآ طبعا عندكم رقم تليفون ام يوسف هتقدروا تتواصلوا معاها آآ محتاجين اي حاجة بتكلموها آآ وصلتوا لحد هناك ومش عارفين توصلوا برضو هي هت آآ هتسهل لكم الدنيا وهتوصلكوا للمكان بكل سهولة ان شاء الله. آآ لو انتي آآ وقفة في اي حتة مش عارفة مش قادرة توصالي خصوصا في ناس ممكن تكون متعرفش بساتين دي فين. فهي هتسهل لكم الدنيا ان شاء الله. وطبعا الناس اللي اتعاملت مع معاطف عارفين عن معاطف آآ انسان طيب وخلوق قد ايه? فيعني هتتبسطوا ان شاء الله من التعامل معاهم بازن الله. آآ وهي بنتو بصراحة ما تتخيرش عنه. بصوا دي القمصاني القطن اللي بتبقى تحت الهدوم بتلاتين جنيه برضو كان عندهم منها زي ما شايفين كده في اكياسها القديمة دي لو تفتكروها. آآ بصوا برضو في بلوزات في اكياسها برضو. يعني في حاجات آآ في شماعاتها زي ما انتم شايفين وفي حاجات في الاكياس بتاعتها. آآ البنطرونات الرجالي برضو اهيب مئة وخمسين جنيه جنس بقى وآآ وجابردين حاجات حلوة قوي. مقاسات كمان هتلاقوا مقاسات مختلفة. حلو ده كمان جدا. يعني هتلاقوا حاجات حلوة ان شاء الله هتعجبكم. آآ تشيرتات. فيه كمان تشيرتات ولادي وبناتي وآآ خميتهم ممتازة. ممتازة. بخمسة وسبعين جنيه تشيرت. تمام? كده يعني انا على قد ما اقدر جبتلكوا اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي موجودة عشان تبقوا ملمين بكل اللي موجود عند آآ ام يوسف. آآ خلاص كده الفيديو خلص. يا رب بيكون فيديو النهاردة عجبكم وتستفيدوا منه وتقدروا تجيبوا منه حاجات تنفعكم آآ للعيد ان شاء الله او لأي مناسبة جاية علينا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير الفيديو لأول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. اشوفكم في جولة جديدة. بوي بوي.